اشتركوا في القناة بين المسجون وبعيلته وكمان بالمضمنين والمستخدمين للمخدرات داخل السجن وخير السجن من أهدافنا ومن رسالتنا أنه نحن كمان نهتم بأوضاع النفسية والصحية والاجتماعية والنشاطات اللي بتخدم السجين لإعادة تأهيله الآن البيئة بتعرف في موضوع هام بالعالم اليوم وهو قاسم مشترك لكن البشرية البيئة هي الطبيعة يعني هي مخلوقات الله مثل الإنسان والحيوان والأشجار والأنهار هي مخلوقات الله فإذا الله لما خلق هالبيئة هي في خدمة الإنسان ونعرف الكتاب المقدس وصلته على الطبيعة ولكن الإنسان بعد مرات بيفهم كلمة يصلته يعني أنه يتصرف فيها مثل ما بده على هواه ونحن اليوم عم نشوفها الاحتباس الحراري طبقة الأزون البيئة اليوم بحالة تردي مؤذية كتير للإنسان من النفايات الصلبة صحيح من الأحراش إلى ما هنالك فإذا فيه هجمة على البيئة وعم ندمرها والإنسان عم بيدمر المكان اللي احتضنته والبيئة والطبيعة نوازدت قبل الإنسان فهي عم تحطننها الإنسان والإنسان للأسف ما عم بيعف يستفيد منها وعم بهدمها وعم بيشوها ويتحدى عليها وتسلط عليها وما عم نعرف نوزع الموارد البشرية والموارد الطبيعية بين الشمال والجنوب وبين المناطق فالبيئة بتجمع ونحن بجماية عدل ورحمة شفنا أنه اليوم البيئة مهددة طيب هي عملية تربوية كمان هي عملية أنه يعف الإنسان أنه من خلال هالبيئة في سلام مع الزيت في سلام مع الله في سلام مع الخالق لما منتعدى على الطبيعة على البيئة بكلنا نحن نتعدى على الخالق على مشروعه على فكره على وجوده بس هنا هذي ثقافة تربوية هذي ثقافة تربوية مشان هيك جمعية عدل ورحمة بدنا ننطلق نحن من إعادة التأهيل لهالأشخاص من التربية على البيئة تربية على احترام الطبيعة احترام الآخر احترام الله حبنا لأ الله ببلش من حبنا للإنسان وحبنا لأ الطبيعة مشان هيك اليوم نحن بجمعية عدل ورحمة حاولنا أن نقول حتى في السجن فينا نعمل أعدل تأهيل طبيعي سهل بنا نحكي عن أعدل تأهيل نربع على الأخلاق على القيم على احترام الإنسان على احترام الطبيعة المشروع أنه نحن نطلب من المساجين الموجودين برومية أنه يعملوا فرز للنفايات الصلبة ومين عم بيمرنوا الفرز؟ هلا بيمرنوا أن نحنا تواصلنا مع الوزارة والوزير الجريسات وقمنا بزيارته وعرضنا عليه المشروع وغافأ وكثير كان محبز وقرر أنه يعمم هالمشروع على السجون كل لبنان ورح يروح على السجن ويفتتح العملية اللي ده أعدت التدوير الفرز من خلاله أول شي رح نبلش نحنا بالمواد البلاستيكية والوراق وحطينا نبلش ندخل كل الأدوات اللي يزم يستعملوا السجنة هن بنفسهم يستلموا هالعملية لا يتمرنوا على أنه الإنسان بحاجة لخيو الإنسان والإنسان ما لازم يشوه الطبيعة وهيدا تربية لأله فهيدا المشروع نحنا لما هيدا المشروع لازم يسهد على صعيد الوطن أنا نبلش على صعيد الوطن بالمنازل الفرز من المصدر مثل ما نقول والفرز من المصدر من السجن رح بيكون هالمواد اللي بتطلع رح ننبيع على شركات ومن خلال المردود المالي رح نيعطونا مواد تنظيف لحتى ينطفوا الأمكان الموجودة فيها السجن لأنه بتاع في السجن للأسف اليوم شي مزري لا أبونا واصل هالسجون باللبنان لهون السجون لأنه وصلت لهون لأنه زهنية الإنسان تربيتنا ثقافتنا تتعكس أيضا على وجود على الأشخاص بالسجن والموجودة بالسجن بيعكسوا نفسية وفكر وثقافة الموجودين بالمجتمع فنحن صورة عن هالمجتمع اللي موجود جوه والجوه موجودين صورة عن الموجودين بره للأسف أبونا لوما المجتمع المدني ولوما حضرتكم يعني المسجين متركين أكيد منهم متركين أكيد في بعض الوزارات عم تهتموا نحن تعاون معهم وزارة الشؤون ووزارة الصحة ووزارة العدل الأمن الداخلي عم نتعاون نحن ويونوني كمان أنا بوجه تحية للأمن الداخلي اللي سهلونا نقوم بهالمشروع اللي فيه إفادي كبيرة على المسجين بني يحسوا بهني بسلام داخلي بيبلش يتعود أنه هو عم بيفيد المجتمع هو عم بيتصالح مع المجتمع عم بيتصالح مع الآخر من خلال هالعمل الصغير اللي هو عم بياخده مبادرة غير نحن تعاون في الأشغال عم نقوم فيها ضمن السجل من إشياء حرافية من إجل بعض المهن اللي عم نعلمونيها من تعليم الكمبيوتر اللغات الرياضة النشاطات الثقافية أكيد بيصور في دورات عنا وبعد مرات نعطي شهادات بهالمواضيع فسعن البيئة اليوم أمهمة الرب عليها ومجتمعنا بالخارج فعننا مجتمع نحنا داخل بالسجرة وبيخصونا أو لألنا أو تعمل لا ما فينا نتخلى عنه لأنه بالنهي وأنا قلت بأحدى المقابلات هاو دي إنبلي موقوتي يعني نحن إذا ما عرفنا فككناها وعالجناها جوا رح يرجعوا يوما ما إلى المجتمع ورح يسببوا الأزلاء لهم ولا أفراد المجتمع لذلك نحن علينا أنه نعالج ونتابع ونربع على القيم والأخلاق ونربع على احترام الطبيعة احترام البيئة على حب الطبيعة ونعرفنا إذا هي الطبيعة بتساعد النفس صحة نفسية جسدية بتخلينا نلتقي مع الله حتى الإجيان تبع شخصه بتغير حتى الإجيان تبعه بتغير لأنه هو عم بيهتم بتنظيف ما المكان تبعه يعني عم بيساهم هو بالتربية عم بيساهم هو بخلق جو مريح لإله ولا غيره بس أبونا هابد متصعب عليكم المراحل كونه أنه أنتو مش عم تربوا ولد عم تربوا شخص كبير يعني هيا ثقافة جديدة بتكون تعطيها لا يقدر يتبعها ما بتحسيها فيها صعوبة أكيد اليوم في صعوبة وبتشوف اليوم نحنا بالمجتمع أنه الأولاد والمراهقين تعلموا بالمدارس وبعبوا بالجامعات على احترام البيئة والطبيعة بتشوف الأهل للأسف بيعطوا المثل السيد دم أهلهم ديموليدهم بيزدوا الأوراق من نوفي السيارات نفعيات أني نتميت الشبق نستفيد من هالكنز اللي موجود هي النفعيات كنز لما من عادة التدوير وعادة فرزة وعادة استهلاكها نستعمل لأشي كتيري العلم بإلنا والطبيعة بتلقنا ونشوف الطبيعة كيف هي بتحافظ على حالها وكيف هي بفصل الشتي بفصل الصيف بس ولكن للأسف الانتهاكات اللي عم بتصير ضد الطبيعة اليوم والكوارث الطبيعية اللي عم بتصير هي لأنه الإنسان عم بيتعدى على الطبيعة ما عم بيحترمها عم بيتسلط عليها عم بتصير فيه مأسك احتباس الحرارة طبقة الأزون التغير المناخي اليوم اللي عم بتصير منشان هيك نحنا قلنا هايدي مادة تعليمية لها السجنة انه يرجعوا لو كانوا كبار اتنين يتعلموا ويتثقفوا ونقدر نحنا نداوي فيها متل ما منداوي نحنا بالأدوية البيولوجية كمان منداوي بالموسيقى منداوي بالأصغاء لألوم الداوي بعمل هو عمله عم بيفكر بغيره عم بيعمل شي هو كرميل غيره مع انه يمكن نص المجتمع رافضه ونص المجتمع بيش قيبله هو عم بقول لا أنا بدي تصالح مع الجريمة اللي عملتها بدي تصالح مع أهل الأهل الضحية أنا بدي تصالح مع زيت بدي تصالح مع الله بدي تصالح مع الطبيعة هايدي وسيلة من الوسائلة اللي نحنا قدرين نوصلها والرب ونحضر هالأشخاص اللي حافظوا مثل اللي موجودين بره وهون الوزير زي نحية تحية وكان مندهج للعمل وكيف فكرنا نحنا وهو أبدأ استعداده ورح يقدمناها كل الوسائية اللي نحنا بحاجة لها الإمكانيات اللي عنده بحسب المواسط الموجودين نحنا أكيد بنتكلينا على الوزارة في أشخاص بيساعدونا ونتمنى الأشخاص بيحبوا يساعدونا يقدموا الأدوات سلال المهملات أكيس مواد تنظيف حتى نساعد ونخفف العبئ والظلر وين بيتصدوا أبونا؟ بيتصدوا فينا على جماعية عدل ورحمة جماعية عدل ورحمة نحنا مستعدين حتى بحسب يساعدنا بقدم إشياء يعني من أكيس مهملات من أقال نستعمل اليوم الموضوع البلاستيك بتعار في غاز العالم ومو إزاء أكتر شيء نحاول نستعمل الأوراق الوراقية نسميها المهملات السلات المهملات تكون ورقية إلا ما هنينك فمواد التنظيف كتير مهمة لنقدر على القليلة ما يكون في تعذيب جسدي ونفسي لهالأشخاص والتعذيب النفسي شو هو؟ أنه اليوم الأشخاص بيكونوا موجودين بأمكانة غير صحية غير لائقة بكرامة الإنسان بتسبب لهم الأمراض وبتسبب لهم التعايس والألم والاكتئة وهذا بسبب لهم واجع نفسي واجع نفسي بسبب لهم الحقد وبينمي عندهم الشر والجريمة والعنف الطبيعة البيئة بتخليك تعيش بهدوء وبسلام ما بتعبد طبيعة جميلة البحر البحيرة السجرة إلا ما هنينك خليقة الله بيخلينا نعيش بسلام وبطمأنين وبهدوء ما بتخلينا نحنا نعيش بغضب وبشر فإذا نحنا بنا نحافظ وهي كما على السجنة حاب نحاول ربي فيهم وهني موجود عندهم هالاستعداد وكانوا متجاوبين ورح نبلش بالمشروع على الراد لما أيمة أبونا رح نبلش لما بيعطونا الإذن لندخل المواد تعفل اليوم في روتين إداري صحيح بدك دخلي ما بعرف شو شغلي صغيري بده روتين إداري بده أن يفحصوا يدقوا منه إذا كان في شي فيد على السجن غير شارعي غير مضر للمساجين يعني هلا بتكون تنتروا بس لهن يوفقوا لإدخال رح نوفقوا رح نبلش للراد الأسبوع القادم ورح يجي الوزير البيئة المهدس فادي جريصاتي بنفسه يطلع ورح يبعث لنا أشخاص يعملوا دورات ويشرحوا لهم أهمية البيئة وكيف بإعادة التدوير وكيف فرز النفايات الصلبة وإلى ما هناك كيف يتعاملوا وكان محبز لها الفكرة ويكون في عنا لها الأشخاص الموجودين بالسجن مثل مقلد دورات ورش عمل أدي بياخد وقت اللمسجونة لا يتعلم فرز النفايات؟ لا أعرف حسب الإمكانيات اللي عنده وحسب الوقت المتعاطى أفتكر ما بده شي سهل يعني الأمور بده الإرادة وبده النية وبده يفكر واحد بغيره أنه عم يقزي حاله بالنهاية لما أنا برمي وينما كان وشو ما كان ومنطمره أنه ما رح نحكي هلانية بكونوا عم بيسمعونا الأجانب بره باش بيجوا على لبنان لا نحن ما رح نخبه ولكن ما رح نقول الحقيقة نسكت يعني أنه في مأساة في كوارث طبيعية كوارث بيئية هم بيتعرض للمجتمع اليوم فنحن كل واحد منا علي بيدوره ببيته بمكتبه وما كان مدرسته بجمعته يقدر يساعد المجتمع نساعد المسؤولين إذا المسؤولين مشواعيين لهالموضوع نحن نجبرهم بمسابرتنا بأخذ مبهرات فردية تطبق على الأرض عملانية عملانية بسيطة صغيرة إذن نحن نخفف التلوث إذن نخفف الجريمة البيئية اللي عم بتطالنا لبطال أولادنا والطال السجنة جوه كمان هني موجودين بهم منه مريح موبوء وهو نحن نحاول نساعد معه ونربيهم ونعمل عملية تأهيل لأله أبونا كلهم بتقبلوا بش الكل بتقبلوا أكيد لأننا عنا 3000 شخص فوق مدينة المدنة فوق موجودين بيرومي عم بحكي باس عنها أكيد بش الكلب يتقبلوا ولكن ما بيرفضوا في منهم أكيد بيسهموا معنا وبشاركوا وعندهم إمكانيات بيرسموا بيشتغلوا في مواهب مقدرات يعني الأشخاص منهم جايين من الفراغ من الفراغ كانوا عندهم موهلات ولكن لزروف ما اضطروا زحطوا زحطوا كتروا بالتصحيد متمنقول وسببوا لحانوا مشكلة لها المجتمع بفتكر أنا هذا المشروع مشروع رائد ومشروع مميز ومشروع دي حيحمسهم ليحسوا يشتغلوا يعملوا شي لأنه بالسجن مش الكل قادرين وحبين عايشين بيكسل بيقنوط نطرين العفو العام نطرين الواسطة نطرين ما بعرف شو نطرين بس كمان نحنا قبل ما نحكي عن العفو العام قبل ما نطلع أنه بنرجع للمجتمع بنا نتأهل نتحضر وهيكي هايدي مناسبة وواسطة ومساعدة صغيرة لقلوم وللمجتمع أنه يوما ما لما بيرجع يكون هو تربى على احترام البيئة والطبيعة يعني أبونا بدنا نذكر جمعية عدلو رحنا على الاختكار الأفكار يعني المفيدة إن كان للسجنة إن كان على سعيد الوطن إن كان على سعيد الزواج دائما أنتوا فعلا بنائين يعني موضوعيين بطرح الأفكار طرف الأفكار كثير بس بدك الإرادة وبدك النية والوسائل للأسف كثير ناس متحمسة رغم الأحباط اللي بعشوها والواجع والأحزان والجروحات اللي بعشوها لا بقولوا لازم نكمل نحن المسيرة نكمل الحياة لأن الحياة حلوة الحياة بحاجة لإلنا ولازم نجملها للحياة بتبلش الحياة الجملية من ورد صغيرة من النظافة من الترتيب هذا بيدل على الصورة اللي عندك على نفسيتك عقليته للإنسان على تفكيره أنه نوعاً ماء نظيف وطاهر ونحن بحاجة اليوم بالطهارة بحياتنا اليوم بين الداخل والخارج فنحن كجمعية عدل ورحمة موجودين لهالقضية وأنا بوجه تحيي لكل اللي عم بيساعدونا واللي بدون يساعدونا ونطلب منه أنه يكونوا معنا مساعدات صغيرة كل واحد يقدم لنا شي لحتى نقدر نساعد هالمجتمع ونكون عم نساعد حالنا وشكرا لإلكم مشكرك لإلكم استقبالكم أبونا فعلاً جمعية عدل ورحمة عملة بصمة وفعلاً عم تشتغلوا كثير على الأرض أرجع أشكرك عوجودك مع اليوم مشاهدينا وصلنا لنهاية فقرتنا بريك ونتابع معكم